تزامنا مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتحقيقا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم وبتوجيه ورعاية دائمة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإعمار بيوت الله والعناية بها بكافة مناطق مملكة البحرين افتتح سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الاوقاف السنية مسجد عائشة المناعي الكائني بمدينة حمد مؤكدا أن دور العبادة في مملكة البحرين تحظى باهتمام كبير لما لها من دور فاعل في تعزيز القيم الدينية والأخلاق النبيلة بين كافة أفراد المشترى المجتمع وإسهامها الفاعل في تعزيز المواطنة الصالحة وبينا رئيس مجلس الاوقاف السنية في كلمته بمناسبة اتتاح المسجد فضل بناء المساجد ودور العبادة والأجر العظيم الذي يلقاه المسلم من خلال سعيه في إعمارها وتهيئاتها لأداء العبادات وثمن سعادته التبرع ببناء المساجد لما يجسده من شراكة مجتمعية حقيقية لافتا إلى أن عمارة وتشييد وصيانة المساجد من أجل القربات وأعظم الطاعات اشتركوا في القناة